اكد وزير الخارجية سامح شكري مسئولية الاتحاد الاوروبي والدول الفاعلة دوليا بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مشددا على ان الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة لن يتحقق الا من خلال الضغط الدولي على اسرائيل جاء ذلك خلال استقبال شكري في بروكسل وزير الشؤون الخارجية الاسباني خسيم مانويل البارس وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها شكري الى مقر الاتحاد الاوروبي لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي من جانبه اشاد وزير الخارجية الاسباني بالجهود المصرية الحثيثة لاجاد حل للازمة في غزة وادخال المساعدات الانسانية والعمل على الحيلولة دون توسيع رقعة الصرع مؤكدا على دور مصر الاقليمي باعتبارها شريكا اساسيا للسلام والاستقرار في الشرق الاوسط موسيقى